السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات كرام مرحبا بكم في الحلقة الجديدة من أخبار إيطاليا الحلقة ذلك اليوم إخوان غنشوف عدة أخبار من بينها ظهور السلالة الجديدة يا إخوان سلالة أوميكرون كذلك إخوان في إيطاليا وفي هذه الفقرة غادي نقول لكم أنه كينشك في واحد العائلة اللي كان في الجهة دي الكامبانيا رفض دقائق الأخيرة تم تأكيد يا إخوان الخبر لذلك في إيطاليا كين السلالة وعدة دول أوروبية غنشوفها فهذا الفقرة غادي نشوفوا الرد دي الجنوب إفريقيا وكذلك على الشتم الإختيار هاد الاسم يا إخوان ومشي الاسم دي النو اللي كان كل شيك يتنبأ به في حين يا إخوان غنتكلموا كذلك على العقود العمل الجديدة عقود العمل أو الذكريات الفلوسي اللي بزاف دي الناس كتسنى فيها إخوان غنقول لكم الجديد وربما جديد ما غيرجبش بزاف دي الناس وهات الشي بطبيعي تحال كلام دي الكل ديرات يا إخوان اللي هي يا أكبر جمعية كتمتل القيطاع دي للفلاحة غادي مشو نشوفوا كذلك إخوان السؤال دير واحد الأخل للبرح قريص فينا علش ما كتجوبنيش واللي بطبيعة الحال السؤال دي لكن طالع الفوقي إخوان قدرت نشوفه كان عنده بزاف دي اللي لايك كي سوولي إخوان على كيفاش الحصول على الجلبة الصينية سينوفارم أو السينوفاك اللي اخدوه في المغرب بطبيعة الحال غنقول لكم الجاوب لأنه كي ينشي ناسي إخوان قدرات تاخد الجلبة الصينية وغادي مشو نتكلموا كذلك إخوان على الإجرام اللي كين مبيل الأطفال كنت تكلموا على أطفال يا إخوان اللي تشدوا وماشي عير جوج يعني يجوج حالات مختلفة في مدن مختلفة كين اللي الأباء بشو سولوا عليه من إخوان القوم في الحبس يعني بشو سولوا الشرطة وكين اللي تشدوا يا إخوان عندهم 13-14 سنة بطبيعة الحالي إخوان غادي مشو نشوفوا كذلك الحالة الوبائية في إيطاليا وفي المغرب وكيف ما لعيدك لشكركم جزيلة شكر على الدعم دياركم للقناة والناس اللي ما مشاركاش اشتركوا يا إخوان باش قد تصل بالجديد إن شاء الله فهذا الفقر يا إخوان غا نشوفوا البلاغ ديال كويسورة ديال مدينة ميلانو اللي كتعلن على الوفاة ديال شاب مغربي عنده 28 سنة هاد البلاغ يا إخوان اللي جم تأخر لأنه المواطن المغربي كيف ما كتعلن لكويسورة يا إخوان بلا أنه توفى نهار 12 في شهر 11 يا إخوان من بعد ما أنه تم الاعتداء عليه في فيالي موليز اللي كتتواجد يا إخوان بالقرب من العمارات اللي كان الفلاكس ما شايلو اللي كان في مدينة ميلانو طبيق حالي إخوان هاد الشاب مواطن المغربي اعتدى عليه مواطن آخر اللي هو يا إفريقي هاد الاعتداء يا إخوان كان نهار 29 في شهر 10 لذلك المواطن المغربي لمدة يا إخوان ديالأيام واسابيع حاول أنه يقاوم يا إخوان من أجل الحياة ولكن ملأمنت دأمانت يا إخوان وتوفى نهار 12 في شهر 11 المعتدى عليه يا إخوان راه تم توقيف دياله هو مواطن إفواري ملكو ديفوار والتهمة اللي توجدت لي هو القتل العمد في طبيعة الحال ما كنتشي حاجة في الأخبار يا إخوان ولا في الجرائد حول الأسباب ديال هاد الاعتداء وعلاش هاد المواطن الإفواري قتل المواطن المغربي إلا أنه يا إخوان الكويستورا خرجت هاد البلاغ البارح ويعني باش تعلن الوفاة ديال المواطن المغربي في حين أنه يا إخوان في مدينة بيالا وبالضبط يا إخوان فالديلانا مواطن مغربي عنده 63 سنة يا إخوان لقوه يا إخوان رجال إسعاف وكذلك رجال الشرطة متوفي من بعد ما أنه واحد المواطن يا إخوان شاف الجسد يا إخوان ديال هاد المواطن طيح في جنب الطريق وعيط البوليس وعيط الإسعاف مني جاور قول المواطن المغربي يا إخوان المتوفي وعنده 63 سنة الله يا رحمه بطبيعة حالي إخوان هاد شي يوقع في حدود الواحدة بعد الزوال ديال نهار 25 في شهر 11 يا إخوان نيابة العامة أمرات تشري على الجد التوخى يعني ما كيتبينش نهائيا أنه كان علامات ديال الضرب ولا يعني تكون شي كسيدة ولا شي طموبيل ضرباته ولكن الشوكوك اللي كان هو أنه ربما كان شي واع كصحية لأدات يا إخوان ربما شي سكسة قلبية ولا شي حاجة من هاد القابلة إخوان لأدات للوافاة ديال هاد المواطن المغربي الله يرحمه فهذا الفقرة يا إخوان غنتكلموا على الجرائم اللي كترتاكب من الأطفال ما غنقوله الشباب ولكن الأطفال المغاربة ولو نريسكم يعني الأخبار اللي كان لقى يوميا يا إخوان هم بالعشرات أو بالمئات تتعلق بجرائم ترتكب من شباب مغاربة واللي بطبيعة حالي إخوان ما كنتطرقش لالي أنه ذاك الشي في عن فضائح وما كيلاش نطرقوا ليه ما عنده بش يفيدنا ولكن في هذه الحالة يا إخوان أنا أستغرب لقيت جوج ديال الأخبار اليوم وقلت ربما الخبر الأول عنده علاقة بالخبر الثاني الخبر الأول ديال بعد الشباب يا إخوان بل الأطفال يعني كنت تكلموا على 13 سنة 14 سنة اللي كدروا جرائمي إخوان واللي شدهم البوليس وفي خبر تاني القيت بلا أنه بعض الوالدين بشوي صولوا البوليس على الأبناء ديالهم كيصولوا بلا أنهم راه ختفوا من المنزل وما رجعوش وكتشفوا بلا أنهم راه في السجن قلت ربما هذوك الوالدين راه الأباء دير هاد الأطفال إلا أنه يا إخوان القيصص راه جد مختلفة ودائما نتكلم عن أطفال لذلك كنت سائل وعندي سساؤلات كثيرة حول الوالدين ديال هاد الأطفال والله يحسن العوان بعد المرات الوالدين تغلبوهم الأطفال ولكن راه كل شي عنده حد يا إخوان خصوصا كيف ما غتشوفوا معاي إخوان هادو بعض الكاميرات اللي في مدينة جينوفا يا إخوان كتتصوروا واحد العصابة ديال القاصرين اللي كسميوها بابي جانج يا إخوان اللي هي يا كتبشتها جميع إخوان على المحلة التجارية وكذلك الفرماسيانات كيف ما كسبان هنا يا إخوان وهزوا الفرماسيانات وقدروا أنهم يمشيوا إخوان الصناديق ديالهم الكاسة واخدوا حوالي 10 ألاف أورو بطبيعة الحال يا إخوان كانوا كذلك تارفوا جرائم نهار ثلاثة وهو نهار السف شهر عشرة اللي داز وهذا الأطفال يا إخوان اللي على حسب الشرطة عندهم يا إخوان عر 13-14 سنة عندهم واحد البراعة وعندهم واحد المهارات كبيرة فيما يخص إخوان الإجرام يعني التقني اللي كيستعملوا كبيرة بزاف على الأعمار ديالهم في طبيعة حالي إخوان توصلوا ليهم البوليس ولقاهم داخل الواحد الخاربة يا إخوان شدوا جوجة أطفال اللي صغار الواحد فيهم اللي كبير يا إخوان راحوا تسعبقنا كيقلبوا عليه ودواهم للسجن ديال القاسرين ديال مدينة طورينو في حين أنه يا إخوان في مدينة أخرى كنت تكلموا يا إخوان على البروفينشا ديال فيرونا الوالدين كيف ما قلت لكم شوعد الكازيرما ديال البوليس تكسونهم على الأبناء ديالهم لهذي أيام ما رجعوش للمنزل كيتفاجئوا والمفاجأة مرة والمفاجأة خيبة بزاف أنه الأبناء ديالهم راهم في السجن بطبيعة حالي إخوان في هذا الحال الأبناء عندهم 16 سنة أو 17 سنة كانوا تهجموا إخوان على واحد شاب إيطالي يعني طفل إيطالي عنده 14 سنة لابس حويش ديال الماركة حيدوا لي صباط دياله حيدوا لي الكاسكيد دياله وحيدوا لي كذلك إخوان واحد صاك دياله لهو ساوي الثمان هاد شي كامل يا إخوان في الزنقة وهذاك التفرعون هو واحد سيد إيطالي لكان ديز من تماية وهما يا إخوان خدوا ذاك الشي وهربوا تعرفوا عليهم البوليس ووقفوهم ودوهم للسجن والسجن يا إخوان حي تعطاهم معلومات خاطئة أو كاذبة يعني هاد شي يعني را غتكون مازان عندهم متابعة قضائية من بين الأشياء اللي قالوا البوليس هو أنه غتتم المتابعة ديالهم حتى يعني بإدلاء معلومات ودكيراتسيوني فالسي يعني معلومات خاطئة وكاذبة لطبيعة حالي إخوان هادوك المعلومات الكاذبة اللي إعطاوا ما قدروش البوليس أنهم يتعرفوا عليهم حقيقة لذلك ما قدروش يعلموا الوالدين ديالهم لذلك الوالدين من يبشاوا معني هم ما بيهم كيسولوا الأبناء ديالهم في نهمايا لقوهم في السجن القادي ديال التحقيقات الأولية يا إخوان أمر يا إخوان باش هاد الأبناء يخرجوا من السجن ودهم يا إخوان الخيري اللي غايقلسوا في عشهرين بينهم انطلقت المحاكمة ديالهم خصوصا وانه هاد الاطفال عندهم 16 سنة ارى يعني لقاوا في الحوزة ديالهم اخوان واحد السكين لديال 18 سنتيم يعني اخوان هاد الشي راه هم دريري صغير بزاف كون عير كبار الواحد يقول هادوك مجرمين ولكن راه هم اطفال كنت تكلموا على سين الطفولة تكلمنا سابقا اخوان عن المشكلة اللي كان في مدينة طورينو وبلا انه طورينو في هالاجرام ديال القاصرين من المغاربة بواحد طريقة كبيرة بزاف لذلك يا اخوان التساؤل ديالي انا هاد الشي راه كيف ما قلت لكم ما كنبغاش نطرق لي ولكن مني كنت تكلموا على اطفال راه لابد ما نحضروا الناس لانه في هاد العائلات اللي حسن العوان ما عارف نوالو ما عارف نشو اللي دم عامك يخرجو وحاجة اللي هي مهمة اذا شفتي ولدك لابس واحد الحاجة اللي ما شريتيهاش ليه سولوا مني نجاتو هذيك الفكرة ديال انه مسلفة لي واحد صاحبه ولا يعني اخداها ولا اعطاها ليه رجاله ارا خاصة تكون يعني ناقوس الخطر في العائلة ارا من غير المعقول انه الدري يدخل الدار بواحد نايك جديدة صاوية 120-130 اورو وانت هي مشاريهاش ليه وكيقولك لعطاها ليه صديق ديالي ولا يعني تبادلت انا وصديق ديالي لذلك اخوان هاد ورها كانوا لابس الماركة وكذلك هاد الشباب اخوان حاضر ريوس وممغطين وجاههم من يدخلوا ولكن البوليس عرفوا عليهم لإيه كله قبل أنه قالوا لابس الماركة يخوان لابس نحوش ديال الماركة لذلك هاداري سبا هاداري فهذا فقرا يخوان غنتكلمون عن السلالة الجديدة اوميكرون وبطبيق الحال غنتكلمون عن الدول الاوروبية اللي قلت بلان وراء عندها حالات وشكة فحالات اللي عندها حاليا في البلدان ديالها ومن بينها كذلك ايطاليا يخوان وكذلك الجوار ديال جنوب افريقي على غلق الحدود الفي الوجته دياله يخوان و سنتكلموا عن الاسم و لماذا تختار الاسم الاميكرون كيف ما عارفوا المنظمة الصحة العالمية كانت اعتمد على الحروف اليونانية باش اعطي اسماء للسولالات اللي كدهرين و باش ما توقعش تعطيهم الاسماء ديال الدول باش ما يكونش شميز و ما تكونش عنصرية ضد هالدول ولكن كان من المترقب انه منبعت السولالة مو يا اخوان اعطيه الاسم الجديد السولالة نو ولا سولالك زي ولكن منظمة الصحة العالمية نقزتهم بجوج و اعطيتها الاسم ديال اوميكرون لانه كيف ما شرحتي اخوان نفس المنظمة ديال الصحة قالت بلا انه نو باللغة الانجليزية قريبة من كلمة الجديد لذلك اخوان تفادوا انه يعطيوها هاد الاسم باش ما يكونش وحد الارتباك في الدول الناطقة بالانجليزية فيما يخص اخوان قسي هاد الاسم يا اخوان راه الكنية ديال عدة مواطنين الصينيين كنتكلموا على الملايين والملايين وحتى الرئيس يا اخوان الصيني لذلك تفادوا انه يعطيوها الاسم ديال رئيس الصين اللي هي بطبيعة حالي اخوان الصين من اكبر الداعمين يعني من ناحية ديال الفلوس يا اخوان لمنظمة الصحة العالمية لذلك نقزوها جسمية يا اخوان وعطاوها الاسم ديال اوميكرون وحاجة اللي ربما يا اخوان ربما شي شخصي كنت سأل عليها علاش المغرب في البلاغات ديال وزارة الصحة كيتكلم على السارس كوف جوج على الواحد امتى كان بطبيعة حالي اخوان غنقول لكم عير حيث كنشوف التعليق ديال الناس اللي عنده العقلية ديال المؤامرات حيث بطبيعة حالي اخوان الصارس كوف واحد راه ظهار في سنة الفين وجوج حتى لسنة الفين وربعة ما كانش عنده واحد نسبة ديال انتشار كبيرة بزاف ولكن نسبة الفتك يا اخوان كانت عشرة في المئة يعني في كل مئة شخص كيتعاداو مئة كيتوفاو والحمد لله يا اخوان ذاك الشعير بفضل الله اختفى الفيروس يا اخوان وخيرني كانوا كيوجدوا الجلبة وذلك الشي عتختافة من بعدي اخوان غيظهر فيروس ديال كورونا جديد في سنة الفين وطناشر اخوان اللي اسميتوا المارس واللي ظهر يا اخوان في السعودية ونسبة الفتك ديالورا كانت وصلت يا اخوان الربعة وثلاثين في المئة يعني في كل مئة شخص كيتعادا الربعة وثلاثين كانوا كيتوفاو واللي بطبيعة يتحلي اخوان اول خبير فيروسات تعرف عليه هو الدكتور عالي محمد زاكي مصري اللي كان كيخدم في السعودية هاد الفيروس يا اخوان الى قلبتوا عليه في الانترنت باللغة العربية اسميتوا بملتسمات الشرق الاوسط التنفسية وبطبيعة حالي اخوان هذا دليل على انه الكوفيد راح كان سابقا وهاد الكوفيد اللي كان حاليا وهاد الفيروس اللي كان حاليا عير هواية المشكل ديالو انتشار ديالو كبير بززاف نحمده الله ونشكروه بلانه نسبة الفتك واحد في المئة راكون كانت يا اخوان بحل المارس لنسبة الفتك 34% راح نوليه في مسائل اخرى لذلك انا هاد العقلي ديال المؤامرة انه كيش واحد ورا هاد شي لا اظن انه شي واحد غايب يلعبي اخوان بالعافية بطبيعة الحال الحاجة اللي مهمة وكيف ما كتشوفوا معايا اللي كيخلع قتلكم في الفيروس هو النسبة ديال انتشار ولش فينا السلالة بيطة الانتشار ديال غاده طالعة تدريجيا السلالة ديلتا عنده سرعة اكسر ولكن تاييكين وحد تدرر شوية اخوان ولكن هاد السلالة او ميكرو الجديدة يا اخوان راه السرعة باش طالعها ركف ما كتلكم يومين هادي طالعة واقفة بطبيعة حالي اخوان غال مشو نشوفوا الجديد هولندا يا اخوان اليوم في جوش طيارة اللي كانو جايين اخوان مجلب افريقية على المتن ديالهم سمية شخص لقاوا واحده سسيني اخوان شخص بوزيتيف وهاد الناس كاملين الشك ديال هولندا هو انه يكون واحد نسبة كبيرة فيهم مراد بالسلالة الجديدة لذلك داروا ليم تحليلها لقاواهم بوزيتيف دابا حاليا رام دير للمحجر صحي في الوطيل وغايدلوا العملية ديال التسلسل باش يشوفوا بقينا سلالة مراد كذلك اخوان كينا واحد الحالة في المانيا في مدينة فرانكو فورتي اللي واحد سيد رجع من جنوب افريقيا فيما يخص اخوان جنوب افريقيا رديالها على هاد الحملة ديال غاق الحدود تجاه هاي اخوان كتقول بلا انه هادرها عقاب وقاتليم حنايا المشكل ديالنا هو اننا كنا اللولين اللي اكتشفنا هاد السلالة ماشي زما كنا خارجة من عدنا قاتليم انتوما فشتشكرونا وتشجعونا على اننا متقدمين علميا قاتليم كتعاقبونا بسبب انه بخلاف دول اخرى قدرنا نكتشفو هاد السلالة احنا اللولين بطبيعة الحال موحد نسبة عندهم الحق يا اخوان واحد الدول اللي خايفة من الفيروس ينتشر حيث في جنوب افريقيا يمنتشر بطريقة كبيرة اراتها هي عندها الحق يا اخوان الاطيباء والناس اللي مكلفة بالانعاشي اخوان في جنوب افريقيا كتتكلم على انه من بين الاعراض ديال هاد الفيروس الجديد هو انه يا اخوان ولك يضرب الفئات الشابة من المجتمع الناس اللي عندهم ما بين عشرين سنة وثلاثين سنة ولي بطبيعة الحال في جنوب افريقيا يا اخوان خمسة وستسين في المئة ديالهم مجالبش والناس اللي جالبه النص ديال موخد عير جرعة لذلك يا اخوان حاليا بدك يباليهم حتى تغيير في الفئة اللي كي يسهدفها الفيروس وكيف ما كتقول مصادر يا اخوان من جنوب افريقيا انه هاد الفئة ديال ثلاثين عشرين سنة اللي في غالبية الاحيان الفيروس يعني ما كانش كياتر عليها بزاف حاليا في بعض الحالات يا اخوان كيلج احتل الانعاش الترابية انتنسيفة بطبيعة حاليا اخوان شركة موديرنا كتعلن بالله انه حاليا راخد دمك كذلك على واحد الجلبة يا اخوان داعمة يعني بوستر جرعة ثالثة اللي غادي تكون كذلك يا اخوان كتحمي من هات السلالة الجديدة والسلالات السابقة زيادة على هادا يا اخوان رئيس البريطاني جونسون بدل اكتشاف جوج ديال الحالات بهات السلالة يا اخوان اوميكرون في البلد دياله قلب لا انه غادي تبدل السياسة فيما يخص اخوان مواجهة هاد الفيروس وقلب لا انه الناس اللي غادي تدخل من البلدان اللي فيها هاد السلالة غاول اللي تدار لهم تحليلها بيتشاري يعني ماشي سريعة وزيادة على هادا اللي غايتلع بوزيتيف خاصة يدير الحجر الصحيح تيو اللي نيغاتيف والناس اللي هي مخالطة لهاد الناس خاصة يدير حجر صحي ديال العشرية مخطلع نيغاتيف بطبيعة حالي اخوان تكلم كذلك على الاهمية ديال الجرعة الثالثة اللي غا تقوي المناعة ديال الانسان ضد هاد السلالة الجديدة في الايطالية يا اخوان واحد العائلة في الكمبانيا بعد رجوعها من جنوب افريقيا كيبانوا عليها الاعراض يا اخوان ديال الكوفيد وحاليا نراها القول العائلة اللي متكون من خمسة افراد بوزيتيف يا اخوان حاليا كلهم يا اخوان في حجر صحي ولي بطبيعة حال غايدروا العملية ديال التسلسل عندهم شيء كبير انها تكون السلالة الجديدة ولكن كيدروا يا اخوان تحاليل ديال التسلسل باش يعرفوا واش سلالة اوميكرون ولا سلالة اخرى حاجة أخرى يا إخوان هو كذلك خبير هنا في إيطاليا يا إخوان وباحث قال بلا أنه على حساب الحسابات اللي كندروا في الكمبيوتر هات السولة لا كيتبين بلا أنه عنده واحد تأثير على الجلبة خصوصا الناس اللي جلبوا بالجلبة اللولة والتانية ولذلك باش نقويوا المناعة دياننا ضد هات السولة للجديدة يتوجب علينا أننا نديروا الجرعة الثالثة باش نحميوا ريوسنا بطريقة أحسن ومن ناحية أخرى يا إخوان الكلام على الجرعة الثالثة كيف مكة تقول دائما منظمة الصحة العالمية هو أنه كين دول اللي ما زال ما اخداش حتاجوا رها إفريقيا لاحظة ش في المئة ديات الناس اللي جلبة وأمريكا والرئيس الأمريكي البارح قال يوم بلا أنه يتوجب على جميع الدول أنها تبرع بالجلبة للدول الفقيرة قال يوم إحنا كدولة تبرعنا بكتر ما تبرع العالم كامل للدول الفقيرة فهذا الفقرة يا إخوان غنتكلموا على الدكريات الفلوسي الجديد فيه إخوان هو القانون ديال الكونترات الكونترات اللي هي مؤقتة موسمية وكذلك ديال ديما على حسب القانون اللي كان السنة الماضية يا إخوان راه كانوا كذلك الكونترات ديما بطبيعة الحل الجديد اللي كان يا إخوان هو الضغط المستمر من كولديراتي كولديراتي هي الجمعية يا إخوان الرئيسية والكبرى هنا في إيطاليا اللي كتمتل القطاع يا إخوان ديال الفلاحة كتقول بالله أنه باش يعني نقضو المحاصيل الزراعية ديال هات السنة وكذلك نسافدو من هذا الانتعاش الاقتصادي لكين حاليا لابد من الحكومة أنها ديال 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 فلوسي والقانون ديال الكونترات ديال سنة الفين واثنين وعشرين وكذلك لأنه القطاع الفلاحي يعتمد بواحد طريقة كبيرة يا إخوان على اليد العاملة المهاجرة وخيرني يا إخوان ولا واحد الاهتمام مؤخرا نحتمل الإيطاليين لهذا القطاع ديال الفلاحة ولكن القطاع يا إخوان محتاج بزاف ليد العاملة المهاجرة اللي في غالبية الأحيان كيكونوا يا إخوان الكونترات موسمية كيدخلوا وكيخرجوا كل ديالاتي دائما كتقول بلا أنه لإنتعاش الاقتصادية خلت أنه هاد القطاع يا إخوان ديال مزروعات وكذلك ديال الأغذية الفلاحية خلت أنه تكون واحد الإنتعاشة قوية بزاف ورجع أقوى على كيف كان قبل بداية الوباء لذلك يعني من بعد ديك الأزمة اللي كانت يا إخوان السنة الماضية دابرها إيطالي كتحطم أرقام قياسية فيما يخص إخوان حتى في التصدير يا إخوان ديال المواد ديالها الفلاحية اللي قدرت توصلي إخوان الـ 52 مليار ديال الأورو حتى النهاية السنة بطبيعة الحالي إخوان حاجة اللي هي مهمة هو أنه كل ديراتي وعلى حسب واحد الروبورتاجي إخوان اللي دارته واحد الإداعة محلية اللي كان في البوليا تكلم فيها المسؤول لمحلي علاء كل ديراتي ديال البوليا يا إخوان والبوليا راها كتعيش بواحد طريقة كبيرة على الفلاحية يا إخوان قال بلا أنه هاد الدكراتو فلوسي سعطل بزاف وإحنا كجمعية كلمتل القيطع الفلاحي كنظنوا بلا أنه مو حلواش غادي يدار المرسوم ديال الدكراتو فلوسي هاد السنة يعني يا إخوان وخاكي طالبوا به قال بلا أنه عندهم شكوك أنه غادي يكون علاش عندهم شكوك لأنه على حسب ما كيقولوا يا إخوان كين عدة عراقيل المسألة الأولى اللي كتدير مشاكل هي الحالة الوبائية وكذلك كينة المشكلة يا إخوان ديال الحدود لبعض الدول غالقها وكذلك المشكل ديال الجريم باس لأنه إيطاليا ما كتتعتارش بالجريم باس ديال الدول الأخرى يعني من غير هاد الدول الأوروبية لذلك يا إخوان لهذا المشاكل الكاملة على حساب المسؤول على كل ديراتي في البوليا ربما القانون ديال ديكراتو فلوسي قدر ما يكونش هاد السنة بطبيعة الحالي إخوان غادي نشوفوا الحكومة الإيطالية أشنو غادي يتدير يعني من هنا النهاية السنة وبطبيعة الحالي الحاجة الغالي بغي نستطل عليها دائما إخوان إلا كان الاحتياط راه واجب كنقول لكم دائما احتاطر أنه من الصابة كان بزاف إخوان في هاد الدومين وخا يعني وخا كنقول لكم احتاطب لأنه هاد القانون را عر الواحد الأقلية صغيرة بزاف الناس ما زال كتسول وكي يجيب لي الله يا إخوان بحلا بغي نخويه واحد البحر عرف واحد تستطل لذلك إخوان بغي نفايق الناس ولا كرة كتبالية المأمورية صعيبة وصعيبة إلا ما قلش مستحيلة وخير دليل ذاك الشيء يوقع يا إخوان في سيدي سليمان عر هادي تقريبا واحد الأسبوع يا إخوان ولا عشر أيام شخص يا إخوان خذت تقديل الشباب ديال المنطقة وانصب على كتر من ربعمية وستين شاب يا إخوان بقيمة ديال مليار وستمية مليون مغربية اللي كانت يقول لهم غادي نديكم بفرنسا والكندا بغيتي فرنسا بثمنيات المليون بغيتي كندا بخمسات المليون وإلا مشيتوا يعني شفتوا الفيديوهات يا إخوان رأى نصب يا إخوان اللي كيقدر أنه باع لعدة شباب الوهم وكنت تكلموا على ولد شاب ولد محاميين ولد الشرطة يعني طبقات مختلفة لذلك يا إخوان احتاطوا بزاف من الناس اللي غادي تبغي تبع لكم الوهم فهد الموضوع ديال الكونترات كونترات راها محدودة وانتوما اللي كتسولوا على هاد الموضوع راكم بالآلاف فهذا الفقر يا إخوان غادي نجوب علي السؤال ديال الجلباء ديال سينوفارم أو سينوفاك الصينية اللي بزاف ديالة الناس خداثها في المغرب واللي بطبيعة حال كيف ما كيقولي يا الأخ أنا ديما نتراع عليك السؤال وما كتجوبنيش بطبيعة حالي إخوان الأسئلة التي تطرح في التعليق كثير وكثير بزاف ما نقدرش أني نجوب عليها كاملة ولكن كنحاول ندير قدر المستطع يا إخوان فيما يخص هاد السؤال بالضبط يا إخوان والجلباء ديال السينوفارم الصينية اللي نقدر نقول لكم حاليا وعلى حسب القوانين الرسمية وغادي نقول لكم أشنو كي يوقع في بعض المناطق في إيطاليا هو أنه الحكومة الإيطالية ووزير ديال الصحة باش يفكوا هاد المشكل يا إخوان ديال الجلبة الصينية وكذلك الجلبة يا إخوان الروسية لأنهم ما معترفش بهم إيطالية يا إخوان داروا الحل ديال أنه الناس اللي جلبة بهذه الجلبات خصت دوز خمس أشهر على الجرعة الثانية اللي اخداوا باش ياخدوا جرعة ثالثة بالجلبة ديال فايت زرو مو ديرنا وغايت تعطاهم الجريم باس إلا كنتي واخد الجرعة الثانية ديال الجلبة الصينية قل من خمس شهر غادي تكمل بالتحليلة حتى توصل لهاديك الخمس شهر وغادي تدير الجرعة الثالثة وبهاد غايت تعطاك الجريم باس وغير هادي يوميني إخوان تصلت الواحد الأخ اللي كان طلب مني أنا ندير لي الجريم باس مني بغايت ندير لي الجريم باس وناخد لي موعد باش ياخد الجرعة الثالثة كانت مشاكل في الموقع ديال السيد ديال توسكانة تصلت بيهم وشرحوا لي هاد شي اللي قلت لكم حاليا مع العلم أنه أنا في الصفحة سولت الناس يا إخوان تقريبا هاديش عشر أيام قلت لهم الناس اللي جلبة بالجلبة الصينية أشنو داروا معاكم لازل هنا في إيطاليا يا إخوان لازل ولازل عطاعتها الجريم باس الإيطالي بالجلبة الصينية أنا كنظن حيث الناس اللي قالوا لي هاد الأمر يا إخوان جوجونا ثلاثة أنا كنظن أنه خطأ من الموظف لأنه القانون الرسمي ديال إيطاليا وديال الجهات لا يعترف بالجلبة الصينية لذلك كينا هو واحد الأقل يلي ربما كيتفرجه في الفيديو غايقولك لا أنا عندي ديال الصين وخذت الجريم باس بلا من ديال الجرعة الثالثة آه ممكن ولكن هذاك ربما عر خطأ ديال الموظف ديال لازل لكن القوانين الرسمية كي تقول بلا أنه خصك تكون جالب الجلبة اللولة والثانية ومن بعد تاخد ثالثة من بعد خمسة أشهر حاجة أخرى اللي مهمة يا إخوان هو الناس اللي جالبه في المغرب بأسرات زانيكة ولا بتجونسون أنت جونسون ولا فايدزر هادو كلهم يا إخوان معتراف بيهم وبالعكس يا إخوان ما تحتاجوا لتترجموا لتشي حاجة كينجوج جريم باسات يا إخوان وراني كنت ديجا ورئيسهم لكم سابقا قولي هما هادو يا إخوان هذا الجريم باس اللي كنت لشارجي من المغرب هذا كيخدم عر في المغرب وكيف ما كتشوفوا المربعات جدا صغيرة أما هذا اللي في المربعات كبيرة يا إخوان أراه هو ديال إيطاليا وديال التحاد الأوروبي لذلك الناس اللي جالبه بأسرات زاني كفايدزر موديرنا عر بهذا اللي غادي تحمله من الموقع اللي حاطه يا إخوان لحكومة المغربية أراه ممكن أنكم تخدموا به بلا ما تفشيوا لازل بلا تشي حاجة لجالب الجلبة الصينية خاصوا لا بده يأنه يدير واحد المحاولة يعني ما تعرف على حسب الموظف لغا تلقى في لازل ربما يعطيك الجريم باس عير بالتحليل الصينو فارم الصينية كف موقع مع عدة مغاربة ولقال لكم اللي خاصكم ديروا الجلبة غادي تسنوا خمسة أشهر دوز على الجرعة الثانية أولا كانت ديجا دازت خدوا موعد باشتخدوا الجرعة الثالثة لبطبيعة حالي إخوان جميع المواطنين شباب ولا يعني صغار ولا كبار كل شي غا ياخد الجرعة الثالثة وربما التساؤل اللي غا يقدر يكون عند بعض الناس يا إخوان هو أنه أنا لاخدت الجلبة الصينية في المغرب واش مزيان أنني ناخد جلبة مخالفة على هذيك الجلبة اللي اخدت في المغرب يعني فايتزر ولا مو ديرنا جميع العلماء يا إخوان كيقولوا بالله أنه تغيير الجلبة كيكون عنده واحد فائدة أكتر على المناعة ديالة الإنسان وهذا الشي اللي غا يدروا كذلك يا إخوان مع الناس اللي اخدوا هنا يا جونسون أنت جونسون وأسترات زانيكا كلهم يا إخوان غا تعطاهم الجرعة الثالثة بفايتزر ولا مو ديرنا والرئيس دراقي يا إخوان حتى هو في الجرعة الأولى أخدى أسترات زانيكا والجرعة الثانية يخدى فايتزر لذلك إخوان من هاد نحية عير كون يعني مطمئنين لأنه العلماء كلهم تيقولوا بل أنه ممكن حتى شي خطر بل بالعكس كان يفادى أكثر فيما يخص الحالة الوبائية في إيطاليا فهي كالآتي في آخر 24 ساعة كالقاوة 12.877 العدد ديال الوفايات مرتفع للغاية إخوان هذه أسابيع وأشهر ما شفناش هذا الرقمي إخوان اللي هو 90 حالة وفاة في آخر 24 ساعة العدد ديال التحاليل 599 ألف تحليلة الناس في الإنعاش كيتزادوا بـ 18 كيولي العدد ديالهم 624 وفي المستشفيات كيتزادوا بـ 78 كيولي العدد ديالهم 4827 في المغرب إخوان الأرقام ديال الجرعة الأولى والجرعة الثانية والجرعة الثالثة هي هذه يا إخوان الناس اللي يلقاهم اليوم بـ 100 و16 الناس اللي هم أيها تم الاستبعاد ديالهم 13 ألف الناس المتشافون 171 اللي توفى شخص واحد الله يرحمه والناس اللي هي أيها كتلقى العلاج رها 2991 بهذا كنت وصلنا لآخر حلقة تهلا وفريسكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله